مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل برا وجوا على حركة حماس في قطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته الحركة على بلدات إسرائيلية، أعلنت هكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونوروى التابعة للأمم المتحدة مقتل أكثر من مئة من موظفي المنظمة دولية منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس. المفوض العام للأونوروى فليب لازاريني قال على منصة إكس للتواصل الاجتماعي تم تأكيد مقتل أكثر من مئة موظف الأونوروى خلال الشهر. وفي مقالة صحفية وزعتها الأونوروى كبيان دعا لازاريني إلى وقف ما أسماها بالمذبح في قطاع غزة لافتاً إلى أنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من الإنسانية. موضحاً أن تسوية أحياء بأكملها بالأرض فوق رؤوس سكانها ليس هو الحل للجرائم الفضيعة التي ترتكبها حماس. المفوض العام للأونوروى أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالاختصاص وعليها التحقيق في الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية من كل الجانبين والفصل فيها ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم. في غضون ذلك طالبت ثلاث جماعات فلسطينية لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع إسرائيل متهمة إياها بارتكاب جرائم حرب تتضمن الإبادة الجماعية في قصفها على قطاع غزة ومحاصرته. المنظمات الحقوقية ثلاث أوضحت في بيان صحفي مشترك أنها طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التركيز على الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية عالية الكثافة السكانية في غزة وحصار القطاع وتهجير سكانه. يذكر أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بولايتها القضائية لكن بوسع المحكمة التحقيق مع مواطني الدول غير الأعضاء في ظروف معينة بما في ذلك عندما تكون هناك تقارير عن جرائم ارتكبت في أراضي دول الأعضاء.